افتخل السعوديون اليوم بصناعة بلادهم لسفينة حربية من الطراز الأول سفينة قتالية تم تصديرها للكويت والسفينتين هما السيف 30 والجليعة 40 وهما سفينتين متقدمتين للغاية بتقنية عالية وتقنية من الطراز العالمي وكانت الشركة قد دخلت في منافسة عالمية طرحها حرص الحدود الكويتي للفوز ببناء أربع سفنة وشاركت ترسانة عالمية في هذه المنافسة من الولايات المتحدة والصين واليابان وأوروبا ولكن فازت بها السعودية وتمكنت من صناعتها وتصديرها للكويت وقد تفعل السعوديون مع هذا الخبر الرائع وقال منذر للشيخ مبارك أربع سفن بحرية صناعة سعودية 100% سلمت لدولة الكويت عندما نقول صناعة سعودية لا يستطيع أحد أن يبحث ويكتشف أن شيئا منها صنع في الخارج الحمد لله من قبل ومن بعد أردوغان أبو غواثتها وقد علق السعوديون على هذا الخبر وقال مغرد ما شاء الله لقوة إلا بالله عقبال السفن والبوارج الحربية إن شاء الله وقال آخر ما شاء الله تبارك الله اللهم زيد وبارك لو أنها صناعة تركيا كانت القلحين عبيد أردوغان شد ينحلهم وقال عبد الرحمن ويجي لك حاكم الأمتر يستغل أي موضوع الحج ويخص المملكة ويرميس من مهتجاه المملكة ويقول على تركيا بلد إسلامي ويقال بلد دسترائي المالية تابعون أتا تركيا كانت ضد الإسلام وكمان تركيا ورقة تستخدمها أمريكا في صراعاتها في روسيا فيما قال مفلح الحمد لله الصناعة الصعودية في الأسواق لدينا اكتسحت الصناعة المستوردة ولله الحمد لجودتها خصوصا الكهربائية والسباكة ومواد البناء والديكورة وقال عربي شرق وسطي هذه هي وطن صعودية وتلك مصانع وطنية بحتة رجالها السعوديون الأصل والجذور نفتخر بصناعة الوطنية الأساسية في بناء منظومة دفاعية تحت شعار صنع بالسعودية وشركة الزامن من الشركات الوطنية الرائدة في المجال البحري منذ أكثر من سبعين سنة دامع الزكية وطنية السعودية شعارنا صنع بالسعودية وقال المغارض المصري شيء كويس ومحترم لكنها سفن دورية لخفر السواحل نتمنى أن السعودية تدخل مع مصر في مشروع مشترك لصناعة الكورفيتات ترجمة نانسي قنقر